كشفت وكالة الأنباء الإيرانية عبر موقعها الرسمي عن وصول اتحاديتها لاتفاق مبدئي مع الفاف لإجراء لقاء ودي مع الخضر بالدوحة القطرية خلال شهر جوان الحالي بعد إلغاء المباراة الودية بين إيران والأوروكواي وأضافت الوكالة بأن مسؤولية الاتحاد الإيراني فضلوا الجزائر على الكونغو الكاميرون في انتظار الفصل النهائي حسب ما أكده الاتحاد الإيراني لوكالة أنباء إيران